من أجل مد جسور التواصل أجرى وفد من مديرية العامة لبلدية كربلاء زيارة للمختبر الهندسي لإنشائتها بالعتبة العباسية المقدسة للبحث في سبول التعاون المستقبلي المشترك بين الجهتين وللطلاع على آخر مواصل إليه المختبر بوجود الإمكانية البشرية والتقنية اصطحبنا الكادر الهندس المتقدم للمديرية وكان هناك لقاء ومحاضرة وندوة من قبل الاستشارة للمختبر عن تفاصيل الفحوصات المختبرية التي تسهم في ديمومة عمر المشاريع وإيطالة عمرها وإضافة بعض المواصفات المحدثة للمختبر لغرض فحص المواد الأولية الداخلة في مشاريع الطرق ومشاريع الأرصفة ومشاريع البناء نتقدم بالشكر والتقدير إلى كادر الهندسي لهذا المختبر الراع لما وجدناه من أجهزة حديثة ومتطورة وكذلك مراحل الفحوصات التي تكون المشاريع في مأممها من عند تنفيذها حقيقة لقينا كادر متقدم متطور أجهزة راقية بأحدث المواصفات وهذا يزيد من اطمئنان إلى اللجوء لها كذا مختبرات رصيدة من أجل الحفاظ على ديمومة المشاريع جلسة نقاشية تم من خلالها طرح الكثير من المعلومات التي تختص بالجوانب العمرانية من ناحية استخدام نسب المواد الإنشائية إلى جانب عمل الفحوصات الدقيقة لتلك المواد قبل العمل أعقبتها جولة ميدانية في المختبر للاطلاع انكثب على سير الأعمال التي تجرى أوقع الطرق الحديثة التي أضافت السرع في ظهور النتائج والدقة في العمل الفحوصات عادة اللي موجودة حاليا واللي طلعوا عليها صراحة مختبر مواد البناء مختبر الطرق مختبر إسفلت مختبر الكيمياء وأبدو إعجابهم وتم الاتفاق على آلية التعاون بين المختبر العتبة ومديرية بليد كربلاء للقيام بإجراء الفحوصات المختبرية للمشاريع المنفذة من قبل المديرية المختبر الهندسي الإنشائي وجهة هندسية عززة الاكتفاء الذاتي لعتبة العباسية المقدسة ودعم بعض المشاريع في محافظة كربلاء مما جعله بصمة فيها لجودة أعماله ودفع الجهات الرسمية وغيرها إلى التعاون معه وفتح قنوات تواصلية لإنجاز مشاريعها